تمكن مواطنون في مديرة عسيلان بمحافظة شبوى من انتشال جثة لطفل في الثالث عشر من عمره توفي غرقا بمياه السيول المتتفقة منذ يومين في المديرية وفاد مراسلنا أن الطفل حسين سالم الرمادي غارق بمياه السيول عندما كان مع مجموعة من أصدقائه يلعبون في مياه السيول بساقية عميرة في وادي بلحارث وقد هرع مجموعة من المواطنين المهارين في السباحة للبحث عن الطفل وتمكنوا من انتشال الجثة